موسيقى أسعد الله مساكم مشاهدين الكرام حياكم الله ويسعدنا أن نلتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم اي تزد حيث نقدم أبرز الأحداث المنوعة والمتعلقة بالأنشطة الرياضية أهلا وسهلا بكم معنا وبداية أكيد رحب زميلي محمد أكبر حياك الله محمد حياك الله أبو معاد والتحية موصولة لجميع من يتابعنا خلال هذه الساعة في برنامجكم اي تزد وبلا شك نحن وياكم بمختلف الفقرات فقرة أولى ثانية ثاثة وسن نتنوع إن شاء الله في ضيوفنا اللي راح ينورونا داخل السيديو لكن الحمد لله السلامة الله يسلمك مع هذه التجربة الكبيرة الجميلة المثيرة في نفس اليوم و في نفس الوقت من البداية إلى النهاية كلمنا عن المونديال بشكل مختصر والله بشكل مختصر إحنا شفنا شي ما شفناه ولا راح نشوفه ولا اعتقد راح يتكرر حتى نشوفه يبالغ بالغ بمعاد الناس تعتقد أننا نبالغ لكن هذه الحقيقة إحنا شفنا أشياء عمرنا حياتنا ما شفناها في بطولات ولا اعتقد راح نشوفها في بطولات قطر نظمت مونديال أتعبت من سينظم هذا المونديال من بعدها أمانة يعني الشيء اللي شفناه إذا كان على مستوى التنظيم كان على مستوى التجهيزات على مستوى الاستعدادات على مستوى الوفود على مستوى حضور الجماهيري على نقل التلفزيوني على كل شيء صراحة يعني تخيل أنت بيوم واحد حضر ربع مباريات والله ما تصيد ترى يوم واحد أربع مباريات تحضر في كاس العالم كم مبارات حضرت تقريبا؟ لا أنا حضرت أربع مباريات صراحة أحلى مبارات والله أنا أشوف حضرت برتغال وغانا كانت حلوة حلو الدون سجل حضرت فرنسا وبولندا دور 16 حضرت كرواتيا والأرجنتين ميسي سجل السلام عليك حضرت مبارات مركز التار كرواتيا والمغرب كرواتي والمغرب؟ مو درج ما سجل لا مو درج ما سجل لا لا بعليكم العافية صراحة بالتجربة هذه وإن شاء الله دائما إن شاء الله ننتقي إن شاء الله أيضا في بطولات يايا ولكن نتمنى أيضا المستوى الفني دائما يكون عالي ولو أن المستوى متقار وما بين جميع المتالبات أكيد يعني صراحة نحن شحنا أيضا مفاجآت أكيد يحلون مفاجآت تكلم على اليابان فاز على ألمانيا تكلم على سعودية فازت على الأرجنتين تكلم على المغرب وصل دور نصف نهائي تكلم على تونس فازت على فرنسا فالمستويات متقاربة الفرق تطورت بدأ في الثقة تزداد في اللاعبين قبل في السابق تقول الأرجنتين لا الأرجنتين فائز لكن المنتخب السعودي فاز اليابان فاز على ألمانيا المغرب في دور نصف نهائي شفت هذا المستوي طموحات أنا أعتقد من بعدها المونديال طموحات اكبرت عن جميع المنتخبات 2022 نحاليا نحن نختم هذه النقطة نحول المونديال في تصريح سابق يمكن من قبل 20 سنة إذا لم أكثر الاتحاد الياباني يصرح وعنده تصريح صحيح جائز لكن حلو أن الناس قاعد تفكر برافو وقاعد تخطي خطوات للوصول لهذا الهدف وهذا الهدف مشروع للكلك وليابان ما شاء الله تطورت اليوم على مستوى آسيا اليابان متطورة بشكل كبير على مستوى كاس العالم صحيح قدمت من أجمل المباريات قدمتها في هذا المونديال الله يوفقهم و بالأكسل وهذه خطط بعيدة المدى صراحة إن شاء الله يا رب الله يوفقهم شون فقراتنا فقراتنا الأولى عند وينه؟ فقراتنا الأولى عندي عبالي نسيت نذكرت بعد صار لك شار لا محضر زي لا تطور خلنبدأ برنامجنا مشاهدينا الكرام مع فقراتنا الأولى فقرات سبوت ومن خلالها نستضيف فيها اليوم بطل العالم بفئة البرو جي بي لكبار المحترفين وبطل آسيا وهو لاعب للنادي البحري الكويتي ولعب المنتخب الوطني للدراجات المائية من هو؟ محمد الباز نشوف نتبع هذا التقرير تتواصل إنجازات شباب الكويت في المحافل الدولية خلال مشاركاتهم الخارجية حيث شهدت الأيام الماضية تحقيق البطل محمد الباز لاعب النادي البحري الكويتي والمنتخب الوطني للدراجات المائية إنجازا تاريخيا جديدا في رياضة الدراجات المائية بفوزه بكأس بطولة بطل أبطال العالم بفئة بروجي بي لكبار المحترفين وكأس بطل آسيا ثالث مراحل البطولة ويضيف محمد الباز هذا الإنجاز لرصيد إنجازات شباب الكويت في الرياضات المائية التي أصبحت حكراً على الرياضة الكويتية مؤكداً للجميع تربعه على عرش العالمية دون منازع ترجمة نانسي قنقر هذا الكاس يلمع والعيون تدمع بلا شك ما بعد الإنجاز الدموع تضرف ولكن تضرف فرحاً من بعد الإنجازات ورفع اسم دولة الكويت ورفع عالم الكويت على الصدر بخنقول الشعار والعالم وكذلك أمام هذا المحفل الدولي الكبير على مراحل المختلفة و بمختلف الدول خلونا نرحب بالعود اليوم و بطل عالم محمد الباز لعب النادي البحري الكويتي و لعب المنتخب الوطني للدراجات المائية تحياتي لك كمتن محمد و حياك الله في أتوزن الله يحييك و شكراً للاستضافة هذه الحلوة و السريعة بعد البطولة المبروك بهذا الإنجاز كأس ملك تايلند و اليوم عندنا و بطل آسيا أيضاً الكأس الآخر سولف عن هذه البطولة المتعبة مثل ما يقولون بثلاثة مراحل هي من كل دولة تلعبها و تحقق فيها نقاط أو مراكز و من ثم تجمع كل هذه النقاط و تحصل على كأس مثلاً البطولة كلمني عليها وحدة وحدة أو حبة حبة أول شيء هذه البطولة صارت أول سنة تقريباً 2019 هي بطولة بطل أبطال تكون من تبلش في أوروبا بولندا كانت تكون أول جولة شهر سبعة و ستة على حسب الجدول حلو ثاني جولة تروح حق بطولة العالم اللي هي أمريكا اللي متعودين عليها كل شهر عشرة جميل و الجولة الختامية و الثالثة تكون في بطولة ملك تايلند كانت شهر 12 و أول سنة صارت هالبطولة على ترتيب النغاط حصل على محمد بن ربيع كأول مسملة حق بطل أبطال العالم جميل هالجولات الثلاث حلو و بعدين دشينا على الكورونا ما قدرنا نرد نشارك سووها بس جولة واحدة و ختامية اللي هي عند ملك تايلند جميل حصل عليها ياباني أتوقع عسى هاي حلو بعدين ردينا شاركنا احنا 2021 هم من محمد ربيع حصل عليها المرة الثانية على هذا اللغة جميل أنا كنت منافس لاب 21 بس يستاهل هو اللي بيضها في ثلاثة جولات و أتنائكم رفعتوا عالم الكويت الحمد لله عالم الكويت الحمد لله ماكو فرق بيني و بينك لنا فريق واحد و نبيل النجاز أهم شيء جميل و هالسنة بلشنا شار سبعة هالسنة قاعدت لا قاعدة انت و هالسنة و هالسنة قاعدة قاعدة و كانت بداية شوي صعبة لأنه هو حاشة عطل بعد التصفيات و أنا حاشتني حاشتني عطال بالجولتين اللي بولندا هم بولندا متكون التصفيات أو شي بدايته بولندا بولندا شار سبعة كانت بلشنا تصفيات حمد لله تأهلنا بعدين بالجولة الأولى الموتوان هو حاشة عطل بالجت مالة ما يقدر يتصلح بوقت المنافسة يعني فما شارك أنا شاركت أول جولة حاشني عطل بالكيبل عالجنا العطل حق الجولة الثانية لأنه حوشني هم من نفس العطل نفس الوقاء فبولندا شوي كان بداية صعبة علينا يعني بهالبطولة ضحنا أمريكا الحمد لله من حققها في بولندا بريز جيرمي بريز من فرنسا من فرنسا هو ورفيج مادوري فرنسيين أول ثاني حسن بعدين رحنا بطوات العالم أمريكا كنا جاهزين لها تجربنا وايد والشباب ما قصروا بتجهيز الدراجات أن نكون نعوب اللي خسرنا هم ثلاث جولات فتخسر واحدة إن شاء الله يمذيك تعوب بالثانية والثابتة شاركنا بطوات العالم بهفسو شهر عشرة كانت المنافسة غوية بين أنا ومحمد وربيع ووليد الشرشيني من قطر بعد حلو أنت وبوربيع ما شاء الله تبار رغمان ووليد الشرشيني كان من قطر بعد ينافسنا بالفئة هذه جميل بأمريكا تصبح ثلاث جولات أول جولة أنا وبوربيع سرطان بيننا جولة الثالثة خلاص اللي اللي يحسمها اللي يحسمها وهو اللي راح يأخذها يعني وكانت من نصيبي بطوات العالم حلو محمد زميلي بوربيع خد مركز الثاني ممتاز رجعنا من أمريكا وصلنا تايلند حلو والله ما مدالنا نرجع الريحة وتمارين شهر يعني ما فتشت شهر وتعدلون هالمواطر ونرجع نشحن الجتات حق بطوة ملك تايلند جميل هني أنا صرت بالنغاط بعد نتائج أمريكا تعدلت النغاط أنا وصلت الثالث تقريبا جدامي الفرنسيين اثنين بوربيع يمكن وصل الخامس أو السادس تقريبا قلنا يلا اللي صير بتايلند بنشوف شروسي باك تايلند والله سهل ناخذ نشوف المراكز يبين وهو حوش عطل الفرنسي أنا حوش نعطل ما تدري كل شي جائز بلشنا بطوة تايلند أسبوع لطاف بس كان العدد وائد ممكن 23 متسابق كنا باللين كان يقولون خلاص ما نقدر لازم تسوي تصفيات تنزلون لها 16 متسابق حالو قلنا يلا قسمونا نص بنص تقريبا يتأهلون سبعة من كل تصفية إلى المرحلة النهائية إلى المرحلة الثانية تأهلت أنا محمد الربيع تأهل حلو شاركنا الجولة الأولى أنا كتمركز الثاني محمد الربيع كان مركز الثالث جميل أمريكي اللي كان الأول داستين فارتينج هو اللي كان الأول عطنا المرحلة الأخيرة أبي المرحلة الأخيرة شطاعة المرحلة الأخيرة بس جاركنا الجولة الثالثة وصلنا بس صارت بيني يعني الفرنسي شوي تأخر بالنغاط جميل فصارت القراب بالنغاط أنا بربيع اللي نفس اللي طوف الثاني هو الأول تمام وبس الفرنسي يعني موجود بالحسبة ما تعطى لا الجولة الأولى ولا الجولة الثانية بالنهاية ملك تايل كاس الملك محمد البازو أول كاس الملك يتسجل بمتسابق عربي أو خليجي أو كويت إن شاء الله بالأكسب منها إن شاء الله دائما للعلى أنت ومحمد ربيع وكذلك أكيد اسمها كثيرة من خلال المنافسات هذه أو المراحل المختلفة في كل دولة أجمل مرحلة في بولندا أمريكا بعيدا عن سوء النتائج أو خنقول جيدة وين الأريح لك الأمتع لك والله الأريح والأمتع أكيد كانت بأمريكا بس هما تايلند كانت صعبة شوي بدايتها كانت شوي صعبة بس تسهلتها آخر جولة وحمد الله قدرنا ننافس ونحصل على مركزين بطولة ملك تايلند يعني هي أصعب البطولات وأكبر الفئات هذه تعتبر من جيت سكيت ما شاء الله أكيد أنت بطل عالم فيها محمد من خلال تحديك في السنوات الفاتتة ومحمد الربيع أيضا متقدم عليك هل توقعت المشاركة هالمرة ستكون منافس ستحقق البطولة أم لا مركز ثاني ثالث وهكذا والله هي رياضة محركات بصراحة أكيد أنت تكون جاهز بس مئة بالمئة بس فجأة بثواني تخسر كل شيء كنا جاهزين لها بعد أمريكا جميل هذا اللقاء أشوفه مع بعضه هذا التتويج هذا اللغة الأخيرة من السباك تكلمني عن شعورك محمد والله الشعورك يوجد أدامك والتتويج أول مرة تحس فيه؟ أكيد أول مرة أول مرة أنا سيني طافت حصلت على مركز الثالث بربية حصل على مركز الثاني حسنا أنا صعت الأول وبربية الثاني تمام تبارك أحمن هذا الشعور المتبادل ما بينك وما بين بربية شلون راح تكون إلى الأمام إلى المستقبل شون راح تكون والله إحنا فريق ومتعاونين وأهم شيء نرفع اسم دولة الكويت بها الرياضة هذه وإن شاء الله نطمح للمزيد إن شاء الله يمكنكم مدربين حق فريق كامل إن شاء الله إن شاء الله من من الداعمين اللي يحرصون على دعم محمد الباز بشكل كامل ومحمد الباز يسمع لهم ويأخذ في كلامهم وينطلق من بعدها والله أكيد يعني إخواني الكبار وهم اللي دخلوني هالمجال عبدالله بربيع ويوسف بصيري والفريق كامل يعني ما قدر أقول لك اسمين وانزل باجي يعني الشباب يعطيهم العافية تقريبا عشر أسامي اثناعش يسمعاننا بالفريق من رئيس وفد لأصغر متسابق أما المتسابقين اللي هم كلام عليك وتسمع من الكل وتأديه في السباق قادم الأيام شنو من بطولات منتظرة والله ودنا إن شاء الله نروح حق بطولة الإمارات اللي هو الجدول المواضح عندهم للحين بس يقولون شهر واحد وإن شاء الله في بطوات بالكويت نحب نسويها إحنا من نادي البحري دائما وابد إن شاء الله نلقاكم في الطليعة دائما وابد نلقاكم في المقدمة أول ثاني ثالث تكون عن المنصة هذا العلم ما يختفي على صدوركم عالم الكويت ورفرو في النشيد الوطن بلا شك نسمع في كل هذه المحافل إن شاء الله اللي تشاركون فيها كل شكر لك محمد الفاز وكل شكر دائما كيب تطاري محمد الرويع هذا أخونا وحبيبنا دائما يكونوا إيانا وأكيد بلا شك أنتوا تكملون بعض وأنظرنا فعلا يكون هناك فريق أيضا متكامل على مرة السنين القادمة كل شكر لك على وجودك وإيانا شكرا لكم أكيد إحنا مستمرين وإياكم هذه كانت بدايتنا مع فقراتنا الأولى سبوت فقراتنا التالية ما بعد النشر نتواصل من خلالها ومن خلال هذه المشاركة لكن بعد التواصل يحل كاظما غدا ضيفا على نظيره شباب الأهل الإماراتي ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى لبطولة الأندية الأسيوية لكرة السلة كما سيلتقي أيضا البشائر العماني مع الهلال السعودي ضمن منافسات نفس الجولة وكان كاظما قد خسر في الجولة الأولى من الهلال السعودي بـ 92 مقابل 96 ويشد نادي الكويت الرحال غدا إلى المنامة ليلتقي فريق العاصمة البحرينية في منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية والتي ستشهد أيضا مواجهة السد القطري مع النصر السعودي وشهدت الجولة الأولى فوز الكويت على السد القطري بنتيجة 99 مقابل 93 في الوقت الإضافي بعد أن تعدل في الوقت الأصلي بـ 86 نقطة فيما تغلب المنامة البحريني على النصر السعودي بنتيجة 75 مقابل 72 وتعتبر هذه البطولة مستحدثة وتقام بنظام الذهاب والإياب وتجمع عمالقة القارة الأسيوية حياكم الله مشاهدين الكرام في فقرة ما بعد النشر كل الشكر لزميل محمد أكبر وضيفة الكريم تتواصل لمشاركة فريقي كرة السلة بنادي الكويت وكالدما ضمن منافسة بطولة وصل آسيوية للعبة كرة السلة والتي تقام منافساتها بنظام الذهاب والإياب حيث يدخل كالدما غدا اختبار جديد أمام نادي شباب الأهلي دبي ويسعى خلاله لتعويض خسارته في الجولة الأولى البطولة أمام الهلال السعودي أكيد راح نتحدث عن الفريقين سواء عن الكويت سواء عن كالدما حتى البطولة البطولة المستحدثة من الاتحاد الآسيوي لكرة السلة لكن أكيد في البداية باسمك عزيز المشاهد ورحب بضيوفي المتواجدين داخل الستيديو المدرب ووطن الكبتن خالد القلب حياك الله كبتن خالد ألاحييك بمعاد وشاكلكم إضافة وأيضا رحب بطبعا ناقد رياضي وزميلنا جابر الشريفي حياك الله جابر حياك الله بمعاد المسي عليك على السادة المشاهدين إن شاء الله تكون حلقة مميزة إن شاء الله تكون حلقة مميزة وإن شاء الله نتحدث أكيد عن هذه البطولة المستحدثة بطولة أكيد جديدة لكن راح نتحدث أكيد عن يعني فرق المشاركة فيها سواء فريق الكويت فريق كالدما نتكلم عن أيضا البطولة ونظامها بداية كبتن خالد أبدأ معاك نتكلم عن نظام البطولة ولماذا اعتمد للاتحاد الأسيوي وعن نظام الذهاب والأياب والله يمكن هي يعطي فرصة أكثر حق الفرق المشاركة بس أنا أقول هي مكلفة أكثر حق الفرق يعني راح فيها سفار فيها إغامة بالفندق يعني على الفرق كلها صحيح النظام البطولة مثل ما قلنا فيها أربع مجاميع راح يأخذون منها الأول من كل مجموعة يتأهل دايريكت والثاني والثالث من كل مجموعة من كل مجموعة يبارون يطلعون يشرون أربع ثمن فرق من ضمنهم الفريق الكازاخستان كازاخستان ومن هذه الضامنين ليش؟ لأن الفرق اللي موجوده معاهم انسحبت بسبب التكلفة بسبب ذهاب الأياب الذهاب الأياب فالسحب صارت لهم فرصة كميرة خلاص تأهله بدون أي مباراة نعم زميلي جابر يعني فعلا يعني النظام شوية كان حتى احنا نتناقش قبله شوي النظام شوية مختلف في البطولات الأسيوية وهذا النظام هذا يعني فعلا نلاحظ الآن في مجموعات تلعب ذهاب الأياب في مجموعات تلعب نظام تجمع هو النظام معقد جدا يعني طويل ومعقد ولكن يعني حسب المعلومات اللي عندي ان هذا النظام فرض على الاتحاد الأسيو ومتحاد الدولي واعتقد ان النظام الذهاب الأياب وهو أصلا طبق على المنتخبات قبل الأندية نعم الآن يعني حتى منتخبنا الوطنيين إن شاء الله شهر ثنين رح يخذ تصفيات النافذة الثانية وهو شارك في النافذة الأولى في شهر خمسة الماضي في فلسطين والآن رح يشارك في النافذة الثانية في شهر ثنين المقبل إن شاء الله في غطر ورح يلعب إن شاء الله مع غطر والإمارات وعمان فهو النظام هذا مفروض على الاتحاد الأسيوي مثل ما قال بو أخوي بو محمد النظام مكلف جدا على الأندية يعني أنت تطلع قبلها بيوم ووراها تطلع و بمعاذ في نقطة مهمة جدا يمكن بو محمد يدري نحن الحين يمكن كل فريق قاعد يلعب يوم في الأسبوع في كرة السلة نعم ولكن أعتقد لما ندش في الدور الثاني رح يصير فيه مبارتين في الأسبوع وبالتالي مبارتين في الأسبوع وفي وسط الأسبوع مبارا رح يعطل مسابقات الاتحاد رح يسوي ضغط كبير جدا ضغط على اللاعبين وبالتالي أعتقد أن النظام معقد جدا أنا يعني وجهة نظري أشوف أن ممكن الاتحاد الأسيوي كأول مرة يطبق النظام هذا ممكن يشوف أن فيها سلبيات ممكن يتلاشاها السنة المقبلة ممكن يلغيها ممكن يكمل عليها لكن عموما هي البطولة أصلا طويلة وأعتقد أنها رح تمتد حتى ليس سنة الجاية هي طبعا انطلقت من 19-12 حتى مايو 2023 لكن هل يعني اليوم ممكن الاتحادات تعمل بطولات حتى تطور من المستوى الفنية اليوم نحن نشوف أنه مجموعتين لدول الخليج ومجموعتين لغرب آسيا اللي هم طبعا إيران والأردون وسوريا وفلسطين وفلسطين أيضا العراق يعني فعلا هل هذا ممكن أن يطور الأندية ويطور كرة السلة في آسيا والله يشوف وهم ممكن يطور الفرق عرفت الشوق بس أنت لو تسويها مجموعة وحدة هذه رح تستفيد منها أكثر يعني خلاص مثل بطولة مجمعة نعم الكل رح تبالي من جميع الفرق ينتين حقا تقول والله ممكن ممكن العراق ما يتأهل الكويت مرحي العمال العراق أو كاثمة فرح تصير فيه فرص وايدة يعني ضايع لك مرح تقدم المستوى العالي مثل ما قلتك المجامع الثانية ما فيه احتكاك نهائيا حتى قبل أن أتكلم قال لي جابر أن الله فرق نستحب قلت لك يعني فيه فرق هناك مثل اندونيسيا وفرق الثانية مستواهما قل من مستوى الغرب آسيا وبوايد فما فيه عدالة عرفت الشيء ما فيه عدالة لو تسير مثل بطولة مجمعة مع الفرق هذه كلها تصفيات يكون وايدة أفضل وممكن تكون أفضل ويكون فيه احتكاك أكثر يعني مع جميع الفرق في آسيا لكن موضوع المحترفين شنون نظام اللاعب المحترف في هذه البطولة هل سيؤثر أيضا على النظام المحلي هو يعني النظام البطولة بالنسبة فيما يخص موضوع المحترفين يسمح لكل فريق حاليا في الأدوار الحالية بالمشاركة ثلاث لاعبين أجانب اثنين راح يكونون داخل الملعب واحد برا طيب إحنا عندنا في الاتحاد الكويتي من السنة الماضية صحيب عندنا اثنين داخل الملعب صحب الاتحاد الكويتي وكل اهات الاتحادات الخليجية بالنسبة سمحت كل الأندية المشاركة بثلاث لاعبين عفوا بتسجيل واثنين داخل الملعب ول française ما يقوم فيه النظام صحيب لك بس واحد ما يتسجل بسكورشيت يعني ما يتسجل ضمن مباراك بس أنه يتسجل في سجلات الاتحاد لأنه مشروط الاتحاد الأسيوي أن اللاعب ما يشارك مع الفريق اللاعب المحترف ما يشارك مع الفريق إلا مضى على تسجيله شهر كامل في الاتحاد الأسيوي في الأدوار الأخيرة من البطولة راح يصير العكس راح يصير ثلاثة داخل ملعب ثلاثة محترفين داخل ملعب لأنه في الأدوار الأخيرة بو معاد راح ينضمون أندية شرق آسيا اللي هم الصين واليابان وكوريا بالإضافة إلى بطل أستراليا وبطل نيوزلندا وهذول أساساً عندهم ثلاثة محترفين داخل ملعب فالاتحاد الأسيوي راعة هذا الأمر ويعني حسب حساب هذا الأمر خلى موضوع الثلاثة محترفين لأنه راح يأثر على أندية خلى الآن السماح باثنين داخل ملعب وفي الأدوار الأخيرة السماح وتدريجياً سواها وتدريجياً عشان يحاول يراعي جميع الظروف الأندية نعم أكيد هي القارة مساحتها كبيرة والدول يعني متامعة على أطراف كثيرة من هذه القارة وأكيد اختلاف الوقت اختلاف المحترفين وعددهم داخل ملعب أكيد هذا راح يكون لا تأثير لكن خلنا نتكلم عن أنديتنا المشاركة في هالبطولة أنا ودي أبدأ في المجموعة الأولى اللي فيها كاظمة وكانت هي البداية كانت من تاريخ 19-12 ومجموعة كاظمة الهلال السعودي شباب الأهلي الإماراتي والبشائر العماني كاظمة أول مباراة خسر أمام الهلال السعودي كانت في سعودية المباراة 96-92 كانت المباراة لي كانت لأ فرد أنه كان متغدمين كاظمة 92-91 وشاتر الرمية الثلاثية بآخر الثواني اللي صارت 94-92 يعني كاظمة كان متغدم طول المباراة كان بو محمد الكوارتر الثاني انتهى فارغ 16 نقطة ايه كان متغدم كل المباراة وقدم بداية المباراة مستوى متميز جدا ولكن يعني حصل عنده دروب في الربع الثالث لمقابل سبت اللاعب المحترف طلع برك وناصي اسمك فهني صار في عندهم خلل بالفريق وفردت رده السعودية بلعب أقوى بسكور بحماس ورمية الثلاثية اللي كانت هي القاتمة يعني بالنسبة لفارغ كاظمة وأول المباراة كانت خسارة وان شاء الله يعاوضها المباراة الباتشر ستكون مع فريق الأهل الإماراتي ناديين نادي الأهل ونادي الشباب فصاروا نادي واحد حتى الأهل السنة مسين كانوا بطل الخليج وبطل الإمارات والشباب كانوا الثاني فقوة ضاربة بالفريق المفروض ان شاء الله الله يوفجه بفريق كامل ونادي الكويت ان الباتشر لازم يكون فوز لهم عشان يضمنون على الأقل يدشون بريحية الدور الثاني نعم رأيك في نتيجة كاظمة وأيضا مواجهته أكيد مهمة إذا كان يسعى أنه يتأهل خصوصا أمام فريق المفروضة من الفرق المميزة أعتقد أن كاظمة بصراحة كان يستحق الفوز أمام الهلال لأنه كان صاحب التقدم طوال فترة المباراة ولكن يعني شوف اللي حصل في المباراة أن البوست ما الهلال محمد سويلم هذا اللاعب كان متعور كان فيه رباط صح وتوى رد فاللعب يعني لعب الربع الأول والثاني كان تعتقد أنه أول مشاركة له في المباراة صح ما كان مصاد فلعب الربع الأول والثاني ما كان جاهز ربع ثالث ما شاء الله رد اللاعب بغوة يعني حتى نتائج المنتخب السعودي تأثرت جدا بغياب اللاعب هذا صح فهذا اللاعب مؤثر جدا يعتبر ورغة رابحة شأنه شأن المحترفين بالنسبة حق المدرب فأعتقد أنه يعني كاظمة إن شاء الله قادر على الإياب على مجارات فريق الهلال والفوز عليه إن شاء الله فيه مباراة الإياب ويعوض الخسارة اللي ما كان صراحة مستحقها المباراة أمام الشباب الأهلي شوف يعني نتيجة شباب الأهلي أمام البشائر العماني صراحة كانت فيها مؤشر بمعاد يعني البشائر العماني إحنا شفناه في البطولة العربية هنا بطولة عندي العربية يعني مو الفريق اللي غوي جدا اللي يلعب معه فريق التطور فريق متطور فريق الأهلي شباب بس أعتقد أن أهلي شباب دبي يمكن عنده شوية عنده هبوط في مستوى وبالتالي ممكن كاظمة أنه يستقل هذا الهبوط في مستوى فريق أهلي شباب دبي ويحقق الفوز عليه المباراة صعبة وبعدين كاظمة يمكن يعني حتى فيها نوع من الظلم أعتقد أنه نبارتين وربعة تلعبهم خارج أرضك يعترض أن المباراة هذه تكون في الكويت أنا ما أعدي شنو السبب أو جدول الاتحاد الأسيوي شنو نظام نباراة ترجعها ممكن أعتقد أنه يعني لو كانت مباراة في الكويت كان لها شيء ثاني بشكل كبير إن شاء الله كاظمة باتر قادر أنه يجاري منتخب الشباب الأهلي ويخطف الفوز منه أكيد إحنا تمنياتنا لكاظمة أنه يقدم مستوى وأيضا نتيجة حتى يحقق المركز الأول يتأهل مباشرة إذا راح للمركز الثاني أو الثالث راح يكون هناك لعد مع صاحب المركز الثالث من المجموعة الثانية وأكيد تمنياتنا لكاظمة كل تسوف لكن نروح أيضا مجموعة الكويت المجموعة الثانية الكويت السد القطري المنام البحريني والنصر السعودي والمباراة الأولى كانت على أرض الكويت وفاز على فريق نادي باكتظافي نعم باكتظافي فاز على السد القطري والكويت اللي تعادل بثلاثية يعني كانت المباراة رايحة من الكويت بس كانت الكويت كان فاي 17 نقطة وصل لليد إنها 17 نقطة يعني إذا كانت تابع المباراة قلت لها الحمد لله الكويت ما أخذها بريحية فلقيت المباراة حتى تتغير السكول قاعد يقرب النتيجة الفوز صار حقهم مثل ما قلنا خلاص المباراة راحت من الكويت الحمد لله يطبي ثري بوين بس بعدها ممكن السد ما عنده نفس ما في بديل بمحمد ما هذا ما في نفس ما في بديل فما عنده بديل ولا نفس فاز الكويت بالمباراة الأولى والحمد لله إن شاء الله المباراة الثانية راح تكون لها مع المنامة فريق المنامة ترى فريق قوي جمهور جمهور بهاشر الصالة راح تكون متأكد 100% فل يمكن حتى يمكن نقعدون مع البنش الكويتي من كثر عددهم الزايد صحيح ما شاء الله جماهير البحرية دائم فإن شاء الله يعني خبرة الكويت بطل الخليج بطل العرب يقدر يسيطر على الوضع المباراة نعم ينسى هالجمهور وإن شاء الله يركز تركيز كامل ما أنا بيسير مثل ما صار مع المباراة السد إنه يتغدم بعدين يتراجع لإن شاء الله يكون خلاص يتقدم ويكمل المباراة لآخرها زميلي جابر هل هي الأسباب التي خلت الكويت يتراجع يمكن ذكر كتن خالب لأنه كان هو الأفضل لكن في النهاية يعني تراجع لكن عاد أخيرا واستطاع أنه يحقق الفوز والله يشوف يعني أعتقد أنا وجهة نظري ماذي بو محمد يعني مدرب وأفقه مني في هذا الأمر المدرب ما استقر على مشاركة المحترفين لذلك أنه يعني وهو اللعيبة الثلاثة موجودين في البنش بعكس النظام الدوري المحلي فبالتالي أنت لما تلعب اثنين والخيارات اللي عندك غير موجودة عندك في الدوري هذا سبب شوي ربكة للمدرب والفريق كان متقدم بشكل كبير وبعدين تراجع لأن فريق السد لعب بقوة ولعب دفاع مان تومان واستطاع يقاف محترفين للكويت وسيطر على الهجمات المرتدة بشكل كبير واعتمد على لعب الفاس السريع وهذا اللي خلى الفريق السد يبدل جهد كبير في المباراة حتى في الأكسترا تايم الخمس دقائق كان واضح التعب على اللاعبين وهو اللي استغلها فريق نادي الكويت لو كان لعب دينك اللي صار من مصطفى مصطفى سجل يعني ثري دينك كان وايد شو منتع يعني ختم المباراة ختم المباراة بالشهول الدنك مصطفى لعب مهاري جدا ويحب يسجل بطريقة الدنك بمعاد الكويت مباراة أعتقد أمام السد مؤشر أنا وجهة نظري مؤشر سلبي جدا حق منتخبنا الوطني وهذا اللي أنا متخوف منه لأن أنت تدري أن منتخب الكويت يعتمد باعتماد كله على لعبين نادي الكويت ترصد مشاركة المحترفين قد تؤثر على اللاعب طبعا يصل إلى يمكن 8 لعبين من نادي الكويت في المنتخب الوطني من 12 وبالتالي أعتقد أن إذا لعبوا في أداءهم هذا في النافذة الأسيوية أنا أعتقد أنه سيأثر بشكل كبير على المنتخب الوطني يتمنى أن الكويت رغم فوزة نحن نحذر الكويت لأننا متعودين على الكويت أنه بطل كويت بطل الخليج وبطل العرب وهزم الأهل المصري صحيح ويعني نحن نتمنى أن الكويت بانشرا أمام المنامة يعكس الصورة التي ظهر فيها في مباراة السد بالرغم من فوزة نتمنى الشيء هذا وقدر أنه إن شاء الله يستطيع الفوز على المنامة ولكن مثل ما قلبه محمد البحرينيين ترى مجانين كرة سلة ما شاء الله جمهور البحريني يترس كرة السلة بالذات يترس صالة كرة السلة صراحة من محبين كرة السلة ودوريهم قوي جداً نعم والمنامة أيضاً فريق منامة فريق قوي نعم الفرق القوية طبعاً طبعاً أنا أنت أجيب طاري الدوري في تعليق بسيط أبو معاذ شوف إحنا دورينا هالسنة الدمج أثر بشكل كبير على الكويت وكاظمة صح أنا هذه وجهة نظري أثر بشكل كبير على الكويت وكاظمة لدرجة أن المباريات اللي قاعدت لها في دور الدمج مباريات مملة مملة جداً يعني أنا قلت لك عامد مغابر المغابرات قلت لك الدمج اللي سواب عندنا بالكويت قيّر حسبة جميع الاندية يعني الكويت وكاظمة ما يحصلون المباريات القوية المنافسة أيوة اللي تكون لا يوجد لا يوجد يعني كاظمة لعب مباراة قوية وحدة مع الجهرة مع الجهرة مباراة وحدة فهذا فيها أعتقد 113 112 خارق مباراة مباريات على مستوى مباراة وحدة الكويت لعب مباراة أمام الجهرة والجهرة لم يكن بالصورة المطلوبة ولعب مباراة أمام القاتسية يمكن ثلاثة كوارترات لعب القاتسية مع الكويت كلوز جيم صحيح وبالكوارتر الرابع الكويت فرق بشكل كبير صحيح فمستوى الدوري عندنا أثر نعم على الكويت وكاظمة أنا بأخذها أيضا فنيا مع كابتن خالد القلاة على مستوى الدوري أثر على كاظمة والكويت على اعتبار أنه ما فيه هناك مباريات على مستوى عالي مثل مباريات أمام الفرق الخليجية بالإضافة إلى نقطة ذكرها وهي نقطة مهمة وهي نقطة المحترف يعني النظام المحلي مختلف عن النظام المشاركة المحترف في بطولة الأسياء شوف مثل ما قلنا يعني الاتحاد فتح المجال حق الفرق خصوصا كاظمة والكويت يسجلون لاعب ثالث صحيح ما فيه ولا النادي من أندي يسجل لاعب ثالث إلى هالناديين لأنه عندهم مشاركة صحيح ومفاتحين مجال بس ما أحد يكلف على نفسه أنه يسجل لاعب ثالث ما سيستفيد منه بضبط نزيد لكن هذا سيأثر فنيا أكيد يأثر تبديل من المبارات للمبارات صحيح مو نفس المبارات يأثر فنيا أمو معادي يأثر فنيا على الكويت وكامر صحيح أنا أقصد الكويت وكامر لا أقول لا أشاركم بالسكور أنه الثلاثة ممكن يبدأ مثل ما أصد معه الحين لا أسجل المبارات اليوم لاعبين لاعب على المدرج فما رح قاعد يستفيد الاستفادة التامة الكاملة مثل ما قلت الناس يحتبونون يقول والله ممكن يريح الفريق لا ما رح يريح الفريق يبي يستفيد أنه والله يلعب مبارات قوية المدرب يستفيد والله أن المبارات كلوس جيم بس ثاني أنا شنو أقدر أسوي اللاعبين كذلك استوعابهم مع المدرب يعني المدرب المدربين يعطون خطة بثلاث ثواني لازم تطبق عشان تسجل فيه ثري بوينت أو تسجل فيه نقطتين فوزك يعني هذا المفروض مثل ما صار مع مبارات كاذمو الجارة آخر ثواني لعب المدرب خطة وخذها يوسف برحم وسجلها فهذه المبارات القوية هي يستفيد منها المدرب واللعبين زميل نجابر شريفي يعني الآن أنا بس بدي أذكر لسادة المشاهدين حتى نتعرف على مواعين مباريات سواء المجموعة الأولى أو المجموعة الثانية اللي طبعا اللي هي طبعا دول خليج في البطولة الآسيوية يعني الآن كالضمة بدأ في 19-12 ورح يختم مبارياتها في المجموعة الأولى 20-3 الكويت بدأ مبارياتها 20-12 ورح يختمها في 21-3 2023 غدا كالضمة مثل ما ذكرنا كالضمة وشباب الأهلي دبي وأيضا الكويت عقب باشر أمام المنام البحريني نعم مبارات قوية أكيد أمام المنام البحريني الكويت ما هي سهلة هذه المبارات طبعا هو الآن حاصل على نقاط مبارات الأولى طبعا هو المبارتين قويات بو مبارات يعني مهمات صعبة لكن نحن عندنا ثقة في فريغين الكويت وكالضمة وعندنا ثقة أيضا في أجهزتهم الفنية بصراحة الفريغين ممكن يكون أجهزة فنية على مستوى عالي قادرين على أن يحققون الفوز في مباريات باتشر وبعد باتشر بمعذل يعني الشيء بشيء يذكر إحنا الحين يوم أنت ذكرت أن يوم 21 ثلاثة راح ينتهي دور الذهاب ولياب بالنسبة لدور المجموعات في شهر خمسة راح ينطلق السوبر السوبر ليك هذا السوبر راح يتأهلون لأربع عندية اللي هما الأربع الأول مجموعتين زون الخليج ومجموع نوضح للسادة المشاهدين لأن أغلبية المشاهدين لا يعرفين نظام مجموعتين زون الخليج وأيضا مجموعتين غرباسية راح يكونون أربعة الثاني مع الثالث في المجموعات كلهم راح يلعبون راح يتأهلون أيضا أربعة راح ينضمون بطل كازاخستان وبطل الهند راح يلعبون بنظام التجمع في شهر خمسة في شهر خمسة وأيضا نفس التوقيت هذا راح ينطلق بطولة وصل في شرق آسيا وراح يطلعون أيضا منهم أربعة مني وأربعة مني سيرون ثمانية بالإضافة إلى بطل استراليا وبطل نيوزلندا سيرون عشر عندي راح يلعبون نهائيات آسيا راح يطلع البطل والوصيف يشاركون في بطولة القارات اللي من التحاد دولي هذه يعني حسب المعلومات اللي عندي بطولة معقدة مشوارها طويل نظامها معقد مشوارها طويل تغام على موسمين نفس مسابقة كأس الاتحاد الأسيوي ودوري أبطال آسيا لكرة القدم تغام على موسمين هذا لأن لأنا أعتقد أن المشكلة في شرق آسيا أعتقد في أوقاتهم وما يلعبون فيها مو نفسنا فبالتالي البطولة تغام على موسمين هذه مشكلة كبيرة جدا هذه راح تعاني منها الأندية ما هذا المشكلة قلناك نظام بطولة معقد نعم مكلف طويل يعني حقا مجموعة الأولى بتخلص شهر ثلاثة واحد عشرين ثلاثة شهر خمسة في مجموعة شهر خمسة تصفيات ثانية ترى مثل ما قال بنظام تجمع نظام تجمع تصفيات ثانية بنظام تجمع في شهر خمسة عشر فرق راح تصير على المجموعتين راح تجمع الكراسات أظن احتمال كبير بس كبتن خالد يعني الآن إذا أنت تتكلم راح يلعبان يعني كالما أو الكويت مثلا راح يلعب تقريبا ست مباريات في نظام المجموعة بعدها يتأهل إلى طبعا شهر خمسة شهر خمسة راح يلعب كم مبارات هناك أيضا تقريبا ممكن كل فريق ممكن إذا يلعبون مجموعتين يلعب ست مباريات على المنتخب إذا كان راح تسير راح تسير راح تسير راح تسير راح تسير راح تسير راح يوقف الدوري نعم استعداد حق مشاركة المنتخب الكويتي في آخر شهر اثنين فهذه كلها راح تأثر حتى على النشاط المحلي صحيح أعتقد يعني الدوري هالسنة أو موسم هالسنة بالذات ممكن راح يمتد لي شهر ستة وهذا ما حصل في كرة السلة في السابق سمعت ثلاث أدوار دور ستة يعني هذا حل ممكن يلجأ للاتحاد ممكن يلجأ لكن لحد الآن الاتحاد لا تأخذ غرار في هذا الأمر أنا أتمنى الاتحاد تأخذ غرار حتى يستمر تكون رؤية عندها واضحة خصوصا للمشاركات التي نرى الآن لماذا هالخمسة ستستمر إذا الله وفق الكالما والكويت إلى التأهل إلى السوبرليق في شهر خمسة لكن دعنا نذهب إلى الحظوظ الآن نتكلم على حظوظ نبدأ في كالما كنا في المجموعة الأولى خسر المضارات الأولى وهو أمام مواجهة أمام شباب الأهلي الإماراتي غدا حظوظه في التأهل ما الذي يحتاجه حتى نحن لا نذهب إلى الملحق نحن نتأهل كمتصدر المجموعة شوف نحن بالنسبة لك أنا نتكلم عن كاظما شوف كاظما لا فرصة أن يتأهل إن كان الترتيب الأول أو كان الترتيب الثاني لا فرصة كميرة أن يتأهل للدور الثاني بس الأول يتأهل مباشرة راح نتخلفي حسابات فما نتدخل في حسابات ثانية إن شاء الله فرق نقطتين يعوضها ممكن تصيب بعدين فرق المواجهات بينهم من السالة وتعادل إن شاء الله التو بوينت هذه سهلة بالنسبة لنا إن شاء الله كاظما يعوضها بالإياب وإن شاء الله مباريات الباجة هذه تكون خالصة مفتحت أهل كاظما فوزة في مبارات باتر مبارات باتر لابد إذا فاز كاظما راح يتأهل إن شاء الله أنا راهن على كاظما إذا فاز باتر راح يتأهل بطل المجموعة إذا خسر باتر راح تصعب مهمته بشكل كبير نروح على الكويت واللي أفضل حالا كونه فاز في مبارات الأولى أمام السد القطري وهو أمام مواجهة أكيد شوف الكويت في ظل العناصر الموهوبة المحلية والأجانب اللي عندها اللي يملكها الفريق وهو المرشح الأول لتأهل بطل المجموعة وأعتقد أن مباراتها أمام السد في الافتتاح اللي عطت صورة معاكسة تماما لمستوى الكويت الحقيقي أعتقد أن هذا مؤشر راح يتجاوز الكويت في مباراتها بعد باتر أمام المنامة إن شاء الله نحن أكيد نتمنى الكاظما والكويت إن شاء الله أنهم يقدمون أفضل ما عندهم متاهلون عبر هالمجموعتين كمتصدرين مباشرة ما نتمنى أنهم يروحون في المركز الثاني أو المركز الثالث حتى لا يروحون في عسابات أخرى ويلعبون ملحق للتأهل إلى بطولة السوبرليغ في شهر خمسة إن شاء الله وحكيد دعواتنا مع هالفريقين في هذه البطول نحن نختم فقرة ما بعد النشر أشكر ضيوفي المتواجدين معي داخل الستيديو المدرب الوطني الكابتن خالد القلاف شكرا لكابتن العافو كابتن وكل التوفيق حق ممثلين كرة الكويتية نادي كاظما والكويت وإن شاء الله يتأهلون لما طموحنا للأعلى للسوبر الشامع وإيضا كل شكر لزميل الناقض الرياض والعلامي جابر شريف شكرا لك جابر وشكر لك أيضا على الاستضافة نعم أكيد احنا ختمنا فقرة ما بعد النشر رح ننتقل معاكم وفقرة تايم لاين مع زميلي محمد أكبر وضيفه الكابتن عبدالله الحائري تابعونا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حياكم والله مرة أخرى مشاهدينا في آخر فقرة في هذا البرنامج جيتو زد وفقرتنا الأخيرة هي التايم لاين من خلال أكيد نستعرض أهم ما جاء في وسائل تواصل الاجتماعي خلال الساعات اللي فاتت ومن خلال هذه الفقرة خلونا نستضيف ونرحب في السيد ومدير الإداري في الفريق الأولي نادي العربي الأخ عبدالله حارح ياكو عبدالله الله يحييك أخوي محمد مسي عليك وعلى السعادة المشاهدين وانتمنى نكون أخبار عليهم حبيبي ما بيروح إلى المحلي أو الرأسك خلنا على العالم ونأسك العالمي أو أشيبه كنت تشجفك أس العالم والله أمانة كنت بين البرازيل وبين ميسي ها علم لا شوف المخرجي عبدالرزاق عطار يقول ما يصير بس أنا لقالك مخرج لاتيني بببط لقلك على لاتين كرة لاتيني انت مشجل لكرة لاتينية بعدين ليش ما يصير ترى قلنا لا مو مولود بالبرازيل عادي ترى كل اللتي هي وأغلبنا اللي يحبون البرازيل طاح المنتخب هي مز يستاهل والله يستاهل ومتع الكثيرين خل نبدي أكيد من خلال أحساب شبكة الـ ESPN بهذه التغريدة وأسوان أكيد يوجهه لعبدالله دل بوسكي دل بوسكي المدرب الشهير لمنتخب إسبانيا السابق يقول حاولت المستحيل لإقناع ميسي باللعب لمنتخبنا يعني منتخب إسباني دون جدوى تخيل هذا الحشي من متهمة سنواتك كثيرة من الأفضل لميسي أن يلعب في ذاك الزمان لأسبانيا وإسكات الكثير من المنتقدين له يعني أمانة أذكر صح هذا الكلام من ذي كلهان كان واي طالع أنه كانت للفرصة ويقدر يروح هناك بس المقابل تشوف لا انتماء ميسي وعلى قولة دل بوسكي حاول تغريبا المستحيل أنه يقنع ميسي بالمقابل نشوف نحن ميسي اللي حاول يعمل المستحيل حق بلد يبين لك أنت ما اللاعب نفسه للبلد خصوصا أنه هو من صغراء يلعب للمنتخب حقاق منتخب مع منتخب الشباب مع الأولمبي فهو ابن البار للبلد يعني وخنا نتكلم بواقع منتخب الأرجنتين أظن منتخب كبير أنا ليش أغيره يعني اللي صالح منتخب ثاني صح مرات نشوف فيه خنقول لعبين ثانيين يعني مثلا باتنك وخما اثنين أخوان واحد ألمانيا وواحد بأفريقيا وفيه لعبين أيضا ثانيين نفس الموضوع يختارون منتخب أكبر شوية بس كانت فرصة حق نسي أنه يختار حزتها إسبانيا، نيست، تشافي وياخد كلاس العالم مره، 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 ثلاث فكانت فرصة ذهبية حقها لكن اختاره هو الأم اختار البلد الأم وعلى قولاتهم ختامها مسك مع البلد الأم بشكل سريع هل هو اللاعب على قوتهم دل بوسكي من خلال تصريح السابق هو أفضل لاعب في التاريخ دون منازع رأيك بشكل سريع أنا رأيي لكل زمان دولة ورجال على قولاتهم كل حقبة لها أسطوراتها ميسي قبله مارادونا قبله بيليدي ستيفانو اللعب يختلف، الزمان يختلف مرات فيه ناس تقول هناك اللعب أصعب فيه ناس تقول لك الحين اللعب أصعب التطور والدكتيك والفن اللي صار يبقى أنا رأيي لكل حقبة أسطوراتها ميسي أنقول شطب على كل شيء فأسطورة هذا الزمان؟ تغريباً بلا شك الزمان هذا هو أسطورة هذا الزمان نروح إلى التغريدة الثانية من حساب الدوري الإنجليزي الممتاز يقول الفرق بين العام الماضي والحالي من خلال ترتيب الفرق بعد مرور 16 جولة هذا هو سؤال نشوف الفرق ما بين 2021 و2022 في الموسم الماضي أرسنل كان في المركز السادس والآن هو في الصدارة يبدو أنه فعلاً المدفعشية راح يكون لهم كلمة خلال هذا الموسم عادةً يقولون بأن بس لشهر واحد الثاني ثلاثة بعد مكشوف أرسنل يرجع لمركز المعتاد الرابع وانتنازل لكن مع أرتيتا مرتب الأمور حتى الآن في الصدارة والفرق خمس دقات صح صح فريقه يقدم مستويات كبيرة أداء كبير رحيح أنه خدمت الظروف وتعد على الإصابات أتوقع راح يستمر وهذا الشيء الفرق بين العام والسنة يدلك على قوة الاستقرار لما يحصل للفريق صحي أو الإيمال بمشروع الفريق أو خطة الفريق بداية أرتيتا كانت صعبة إذا تذكروا أخي محلد أو إذا السادة ومشاهدين يذكرون لكن نيبين لك الإدارة وإيمانها بالمدرب ومشروع المدرب اللي هو والخطة اللي حاطها حق الفريق حطه وثغه فيه آمنه بمشروعه استمره معه بيينت نتائجه الحين صح مع الإضافات الثلاثة طبعا هذا الشيء نتمنى حتى نشوفه هني دورينا المحلي أو الدول العربية لأن نلاحظ كثير عندنا نحن هنيب على مستوى المنطقة لا يوجد صبر على المدرب أو على لاعب معيني مبارا مبارتين ثلاثة يقول لك لا والله أنا خلاص خلا شيرا ما توفق لي صحيح بس بالمقابل شوف الفرغ الثاني نفس الشيء ليفربول إذا تذكر مع كلوب أيوا برابا أول سنة مأكو شيء بس بعدها لما صار فيه استقرار صار فيه خطة واضحة اللي يشتغل الفريق فأتوقع أرسنل راح يستمر مع أرتيتاك عقد المستوىات كبيرة على خطة ممكن أرسنفنكر عادي يكمل 12 سنة أكثر ممكن نروح إلى التغريدة الثانية في إسبانيا هو من حساب فوتبول إسبانيا مندي المدافع لريال مدريد يقترب أكثر فأكثر فأكثر من مغادرة النادي الملكي هل فعلا يفكر مندي في المغادرة هل يريد أن يلعب دور أكبر من دوره اللي قاعد يقوم فيه في ريال مدريد خاصة في ظل كانت ليم تلكها يعني ما أدري أنا أمالة قبل هذه التغريدة ما قرأت إذا في أخبار أنه ممكن يطلع خصوصاً أنه لعب خنقول بشكل كبير صح مو دائماً أساسي بس كثير مبارات كان قائلة بصعبات ممكن يصعباتها شوية كانت ما أدري يعني إذا أنت بنادي ريال مدريد بطل أوروبا بطل دوري الأسباري وهو بديل بعدين لمارسيلوك أي يعني ساحة فاضي لك و أنت بتروح المفروض تثبت نفسك أكثر بنفس النادي أنت هذا رايك لو نأخذ سيناريو آخر نبي طلع خلاص قرر المغادرة وين الأريح وين المناسب حتى من تشوفه في أي نادي حتى يكون في هذا المركز أمالة ما أدري أشي أقول لك صراحة أي نادي يعني في إذا استعيله أو هو الدوري الأسباني حتى الدوري الإنجليزي هو رح يمشي مع أي نادي أمالة دائماً شبه أساسي وأساسي مع ريال مدريد تصدقني رح يقدر يلعب في أي مكان جميل أروح إلى حساب ESPN هذه التغريدة الثنائي ريبري وأرين روبين أحد أفضل الثنائيات في تاريخ نادي باير ميونيخ البافاري هذا سؤال لو للإصابات لرأينا الكثير من الإنجازات فعلاً هل هم الأفضل على مدى السنوات وتاريخ باير ميونيخ صحيح نوعاً ما يعني صحيح من أفضل ثنائيات باير ميونيخ يعني قدموا أو حققوا كل شيء مع باير ميونيخ دوري كاس العالم سوبر كل شيء حققوا حتى في سنة من الأسنين قالوا ربيرين ظلم ما أخذ الكرة الثنائية في ناس تقول لك أصلاً مفروض روبين بعد هو اللي أخذها لأنه كان حاسب فيه أكثر من نهائي فقدموا وقدموا عطاعة كبيرة لولا الإصابات صح كان حققوا من الجازات أكثر من هالشي الله يسامح الله بالزبق والله وحرمنا من نفسه وائد وائد روح للتغريدة اللي بعده حول تدريبات نادي باريس سان جيرمن عاد الفرنسي صاحب المركز الثاني ايثان امبابي شقيق كيليان امبابي يتدرب مع الفريق الأول بناني باريس سان جيرمن هل الشقيقان يودانا الانضمام إلى ميسي رايك صعب ليش منه ما ودي خمد يحفروله منه ما ودي نظام حق ميسي كل العرب يدين عن ميسي لا ما أتوقع لعابين محترفين بالذات مبابي يعني محترف على مستوى عالي ما أتوقع هذا الشيء يكون بينه وبين ميسي بالعكس راح يكونون متفاهمين مع بعض في علاقات القادم الأيام وإذا فيه شيء راح يبين سؤالي عبدالله راهيبين حلو سؤالي خلنا أخذ هذا السيناريو حلو اليوم ميسي كاس العالم خذها باريس راح 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 خذها دوري الفرنسي باريس راح راح خذها كاس فرنسي باريس راح راح خذها دوري وصلنا لك كرة الذهبية أين ستذهب أروح على السيناريو شوية أصعب عليك أمبابي تكسر الدنيا بالأهداف وميسي أقل منها يعني فايز أليهم يمكن بالصناعة صح وين الكرة ذهبية تخيل أمبابي هو هدف الدولي أطال أوروبا وهو الحاسم راح تكون صعبة بينهم بس أتوقع أتوقع أن حجزت حق ميسي خلص أتوقع أن حجزت حق ميسي ميسي بطل كاس العالم دائما كاس العالم وهو يكون لتأثير الأكبر على الكرة الذهبية إذا ترجع حق التاريخ دائما منك أن يتوقع كنباره صح بس لأن أخذ كاس العالم لا تأثير لك ميسي إن شاء الله ثامنا راح تغريدة حوال جواو فليكس نجم مرتغل مرتغالي ونادي أتلتوكو مدريد بسرعة بس سلو سالة عشان يجاو وكمال نروح إلى الأندية الأخرى ترفض ضيعتم والله يبدو أن أتلتوكو مدريد وين تغريدة طالت أمريك خلا شوفه مرة ثانية حلو الأندية الأخرى ترفض دفع 126 مليون للتعاقد مع فليكس هلأ تلتوكو مدريد غص في فليكس بسعره هلأ جواو فليكس يقدم نفسه بالمقابل للمبلغ المدفوع له لا صراحة بكل وضوح لا يقدم المبلغ المدفوع له ممكن سيميوني ممواطفا عظم اي فهذا هو ممكن سيميوني ممواطفا عظم ممكن ينفجر في المستقبل لأنه يبقى بعد لاعب صغير إلى المستقبل ممكن يقدم عطاءات أكثر وقادم الأيام إذا راح نادي ثاني ممكن حل حل وين 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 أنا أحب لم أحد يقولي رائب يروح مكان وين عادي الأنسب له كذي على سلوب اللعب سيتي اللعبة كذي السهل وهو مدال منه وين عنده ماذا هو سيتي أرسنل سلوب اللعب نفس الشي صحيح يقدر يلعب نفس المكان يقدم لاعب مركز رقم عشرة تتكلم مثلا تجلسي نفس الشي تاجين هذا اللعب مو موجود مثلا شو سي وايدا دية وايدا دية تتمنى جوا فليكس جمي أنت لو يحصل لك جدي يوم لأيام والله لو مبارات بثلاث دقائق استعراضية تلعب مع ميسي نص باص عطني باص مو ثلاث دقائق نروح لتغريدة حول تصريح البولندية ليفاندو بسكي المواجم البولندي في برشلونة يتمنى اللعب مع ميسي قبل اعتزاله ويقول أنه الأفضل بالتاريخ يتغزل يتغزل في ميسي وكأنه يرشح وهو المرشح الأبرز للكرة الذهبية المغبلة رايك ويمكنها قبل شوية سؤالنا فيها أيضا الكرة يعني شوف ما في واحد ما يتمني لعب مع ميسي كل لعبين العالم حاليا أو يمكن كل سكان الأرض يتمني لهم حتى اللي يقول لك أنا أكره ميسي قل لك إذا حصل لك راح تلعب مع ميسي تابعي تلعب مع ميسي يبقى راي ليباندوسكي مثل راي أغلب اللاعبين أو أغلب الرياضين هو الأفضل بالتاريخ هو اللي يستحق الكرة الذهبية راي ما فيه أي شك يعني أو أي غبار على هذا الراي راي محترم الراي يلقى يقدم استمراريته في هذا المستوى الأسطوري ما حتى تسواه بتاريخ كله حلو على قتل السابق هذا العمر سوه لا إن الظلب هذا المستوى العالي اللي هو كأسطورة نتكلم كمستوى مارادونا مارادونا يمكن أربع خمس سنوات بلاي نفس الشي أربع خمس سبع سنوات بس ميسي خمسة عشر سنة هو قاعد يقدم على المستوى عالية الأرقام اللي قاعد يقدمها الحين أنت تقصد كأسعانا ولا بشكل عام بشكل عام كأفضلية بالتاريخ بشكل عام من عمره ثمانتاش سنة لأربع ثلاثين سنة هو قاعد يقدم مستوى أسطوري الأرقام اللي قاعد يقدمها الحين هي أقل من أرقام ميسي اللي قبل بس لما يسويها لاعب ثاني قاعد يقولوا عنا أجازي وأسطوري هذا اللي أنا أقصد ما في لاعب سوى نفس اللي قاعد يسوي باستمراريته كأرقام من الزمان كان يقولون عجائب الدنيا كم؟ سبعة وميسي ثامنة وعنده كرات سبعة والذهبية ثامنة سجل يا تاريخ في برنامج اي توزد اليوم بهذا التاريخ خمسة وعشرين اتناعج الفين واثنين وعشرين آنو عبدالله حيري قلنا هذه الجملة خلنشوفها تطبط أزيدك بعد زيد زيدي أبي تسجل الحين قاعد يقولون الجائزة اللي خذاها دي ستيفانو كرة الذهبية التاريخية اللي بس دي ستيفانو خذاها الحين قاعد يقولون احتمال يعطونها ميسي أحلى أحلى تعليق كروي سامعلي ميسي من المعلق الإماراتي أو السعودي عفوين عامر عبدالله يالله يتكرر بالخير الفين وتسعة ضد بالباو نهاي كأس الملك أربعة واحد فازوا برشلون اقتل شوه ذلك يا أبو واحد صبر بعدين يا أبو أخبار فقال بسي بس يا ميسي شبعت يا ميسي هذا بعد أتوقع من الفين وتسعة المفروض اليوم تنقال وهو الريال سبق كل المعلقين قالها من الفين وتسعة أروح إلى التقريدة الأخيرة من الإعلامي فابريزيو رومانو يقول المهاجم الأوروغياني ليويس سواريز يفضل الانتقال إلى غريميو البارازيلي على نادي الخليج السعودي ليش الآن يعني هناك ارتفاع ما شاء الله وطموحات كبيرة من قبل الدوري السعودي أو أولندية السعودية بجد النجوم الكروين ولو أن العمر كلا منهم ولكن يرون بأن فعلا وجودهم مميز هل الأمر فقط للتسويق ولا لا وجودهم بالعكس رح يعطي دوري إثارة أكثر بلا شك أنا رأي رح يعطي دوري وفايدة بشكل عام بكثير نواحي مو بس كفايدة احترافية كفايدة ثنية بالملعب يمكن مستوى من نفس اللي قبل بس بلا شك رح تعود بالفايدة لهم وهالشي يزبقوهم أخواننا في قطر إذا تذكر صح صح على مر السنين الآن في تطور منتخب الغطري نفس الشيء رح يصير أتوقع على الدور السعودي لازم فيه فايدة يمكن وصلنا للختام ولكن كوننا قاعد نسوف عن دور السعودي آخر سؤال بتوقع النصر الهلال بحشر كم من سيفوز صعب 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 تستوقع ديربي ما لاي مقاييس صعب يعني بواقع أنا على قالتهم النادي العربي ديربي ما لاي مقاييس والله ما لاي مقاييس يعني هي مو كلمة تنقال حلو فعلا أول دقيقة قبل المبارات رح يغير كل شيء رح نشوف رونالدو رح نشوف رونالدو قاعد بالمدرجات ويخلص الوضوء لا ما توضع مشكور عبداللحار على وجودك اليوم ويانا في اتوزل العفو العفو أخوين محمد تمنى قدمنا الاستفادة الطيبة وخفافة على المسألة عبدالله بلا شك شكرا لكم على خير في حلقة قادمة إن شاء الله فأم الله شكرا لكم